أنا أحب أن حضرتك تقرأ لي الاستاتاستيكس الإحسائيات بتاعة موسيماني طبعا مع النادي الأهلي فنيا يعني لو نتكلم على أنه لعب ستة مباريات وقدر أنه يكسب خمس مباريات اتهزم ولا مباري اتعادل في مباراة واحدة بس وليه اتناشر وعليه واحد معدل بقى نسبة الاستحواز 52% ووصل ل61 خلال مبارات المقاولين و56% في مبارات أمبي معدل التمريرات الصحيحة 460 وصل لأعلى معدل تمريرات صحيحة 568 خلال مبارات طلاقع الجيش ونسبة التمريرات الصحيحة 87% وأعلى معدل لي كان 89% خلال مبارات طلاقع الجيش المعدلات دي كلها لو جينا قررناها في فيلر هتلاقيها أعلى في كل حاجة ممكن تلاقي الأهداف متساوية ممكن تلاقي النقاط متساوية ويمكن كمان كان فيلر في بدايته كان كم النقاط في الدور الأول أعلى من كم النقاط في الدور الثاني ولكن في حاجات اللي هي علاقة بالاستحواز ليها علاقة بالتمرات الصحيحة الحاجات دي كلها زادت بس أنا هقف عند حتة نقطة مهمة جدا الناس ممكن شوية ممكن تعد عليهم دي اللي تبين لك فلسفة المدير الفني هو بيشتغل على إيه مباراة طلع الجيش مباراة طلع الجيش لو حياتك تبتكري كان فيه تمانية في الملعب مش من الأساسيين وكان فيه لعيبة صغيرة موجودة وكان فيه لعيبة بقالها كتير ما بتلعبش أدوا بنفس الطريقة أو نفس الفلسفة اللي كانت موجودة في المباراة الخامسة اللي قبل كده فبالتالي دا يوريكي فلسفة المدير الفني أنه هو أنا بشتغل على ده وأنه كله بينفذ فيه شخصية قوية حددت أنه هو ده هيتعامل وبيتعامل وده باين جدا أن الأرقام بتزيد ولكن المباراة طلع الجيش بشكل خاص هي مختلفة لأن النعيبة اللي موجودة مش هما العشرة مش الفول تيم اللي لعب مباراةين الوداد مش هما اللي لعب مباراة امبي مش هما اللعب مباراة بيراميدز ومع ذلك نفس الشكل وطريقة اللعب نفس الأرقام بل الأرقام كمان كانت زيادة ومع كمان الخصم مش قليل فلقة الجيش فلقة كويسة فلقة عندها عناصر كويسة وكانوا بلعب المباراة بأريحية أنهما ما عندهمش حاجة كان المراكز للهبوط كمان تحددت فبالنسبة لهم ما عندهمش مشكلة كان عندهم أريحية تماما فيه حاجات اتعملت الهدف المبكر في مباراة الجيش هو هو الهدف المبكر في مرات الوداد هو هو الهدف المبكر في مرات الوداد اللي قبلها بقى أشخاص مختلفة إذن فأنت بتتعامل مع عقلية قدرت توصل للجميع نفس الطريقة أنا عايز ده عايز أشتغل على ده واللعيبة أشتغلت عليه فدي برضو نقطة مهمة تحسب لمسيماني فيه حاجات كتير جوة ملعب بقى لها شكل مختلف الأدوار الدفاعية الأجنحة بقى لها شكلها مختلف كان عندنا مشاكل دفاعية كتير يعني برضو الناس إحنا كانينا في نقطة الاستحواز ده الجانب الهجومي نقطة الاستحواز نقطة التمرارات الصحيحة نقطة التمرارات البيانية ده كل ده بالشب الهجومي للفريق طب الشب الدفاعي عامل إزاي الشب الدفاعي نايل الأهلي كان عنده مشاكل في الفترة تاعد فيلر إن فيه حاجات كتير جدا بتتلاقي في خط الدار الحاجات الكورل طويلة كلها كانت معظمها كان بتبقى خطر لو جيت مسكتي بعد موسماني الأخطاء دي قال بالتدريج يعني مباراة غير مباراة المقاولين غير مباراة بيرامدز مباراة بيرامدز كمان لعبنا مش أكتر من ستين ديئة بنلعب نعصين طبعا وكمل فرص عليكي قليلة وبيرامدز فرقة من الفرقة من الفرقة اللي عندها كوالية لعيبة عالية يعني زي الأهل والزمالك فإنك تداري تخبي الأخطاء دي حاجة برضو مش سهلة الناس بتتكلم ممكن أتكلم إن أنا أعمل شيء بهجومي كويس أقدر أعمل استحواس كويس ولكن لما أجي أعمل المعادلة دي كمان إن أنا أقدر أخبي كمان أخطاء الدفاعية بسرعة أقدر أقنع الأجنحة بتاعتي اللي هم طول الوقت بيهاجموا إن هم يبقوا موجودين في مباراة الوداد ومباراة بيرامدز اللي أبنا عفيا نقصين ومباراة الجيش وكل مباراة إن هم طول الوقت تحت الكورة وطول الوقت بيقدمش الوجب الدفاعية بشكل كويس إذن فلا فيه عقلية قدرت توصل اللعبة في وقت قريل جدا وده صعب جدا مش حاجة سهلة في الكورة إنك تدخل المرحلة دي بفكر مدرب وتقدر تنفزه ممكن ينفزه على الجانب الدفاعي وممكن مدرب يشتغل الجانب الدفاعي يبدأ يعمل شيء بدفاعي الفرقة الأول وبعد كده يبدأ يبني حاجة تانية هو نجح إنه يعمل حاجتين في وقت واحد أكيد أنا بالنسبة لي تقييم المدرب لازم ياخد وقت لكن أنا مسلماني تقييمه ليه أنا تقييمي المسلماني يجيك كان سريع لأنه هو دخل في حقبة مباراة كتيرة صعبة وتعامل معها بشكل كويس فأنا بالنسبة لي فنيا قدر أقيمه